من جهتي أكد ممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي فرانس تيمير مانز أن أوروبا ملتزمة بتخفيض انبعاثاتها بنسبة 55% بحلول عام 2030 وضف تيمير مانز أنه خلال الأسبوعين الماضيين تم الاتفاق على عدة تشريعات لخفض الانبعاثات والتخفيض التدريجي للسيارات التي تؤدي إلى انبعاثات تاني أكسيد الكربون مضيفا أن أوروبا تسير نحو المسار الصحيحة وأعلن تيمير مانز أن الاتحاد الأوروبي مستعد لاستكمال المساهمات المحددة وطنية لمواجهة تغير الملاخ